الناس اللي ضحكتها حلوة وسنانها بيضة لما بيجوا يتحكوا وضحكتهم بتنور وشهم وعلى الجانب الثاني الناس اللي بيكون عندهم مشكلة في سنانهم بيبتدوا ان هم يحطوا قديهم على بققهم وفي نفس الوقت كمان سور الفيسبوك والانستجرام بيبتدوا ان هم يقفلوا بققهم فموضوع تجميل الاسنان ما بقاش موضوع عليه علاقة بالعياءة او الفاشن او نوع من انواع الكماليات على قد ما هو موضوع عليه علاقة كبيرة جدا بصفقة بالنفس فاحنا هنتكلم دلوقتي عن امور كتير جدا تخص الاسنان وتجميل الاسنان مع دكتور ماجيهاني اهلا بحادثك يا دكتور اهلا بيكي من ويرونا النهاردة برسير بداية يا دكتور دايما نقول ان البنت اللي ابتسامتها حلوة البنت دي بتكون جذبة فاحنا عايزين نعرف بداية طبيض الاسنان اللي هو اكتر حاجة بتخلي الابتسامة حلوة بيجي ازاي او ايه هو اصلا بسي سؤال ده فعلا سؤال مهم جدا وسؤال كبير كمان قوي طبعا الفكرة لما مثلا بيجي لي مريض او اي حد بيقول يا دكتور انا عايز افاية سناني احيب ينقيس كزا حاجة واحيب ينقيس هل مثلا هي شكل سنانها مظبوط ومرصوص بطريقة رائعة او منظمة بالدرجة ان هي بس محتاجة لون تغيير لون ولا هي مثلا محتاجة اطلا ان هي شكل سنانها بطريقة الائند او ان هو مرصوص بطريقة مش مظبوطة فمحتاج منها اعيد الراسة بتاعته ومن هنا بياخد بقى القرار المناسب فمثلا لو هي فكرة التغيير بس في اللون بيبقى عندنا كزا يعني احنا الاول ممكن نتضبط حاجات في السنان ان احنا نعمل هوليوود اسمايل مثلا ولا دي حاجة تانية بالضبط كده تمام هوليوود اسمايل دي ساعات برضو باستخدمها في حاجتين انه اما بغير لون او اني بس بغير بضبط كمان جزء من الشكل بتاع السنان عشان تبقى مظبوطة ومرصوصة كلهم نفس الطول طف كده الطبيض مثلا واحد منتكلم على الطبيض بس يعني السنان مرصوصة بطريقة رائعة ومنظمة وانا بس عايزة افتح لون بدل المريض هنا حاجتين يقام بعمله طبيض في العيادة بدي بقى مثلا مدته نص ساعة او ساعتين على حسب هو عايز يفتح كم درجة دي حاجة تاني اوكشن بديهاله انه ممكن يعمل ده في البيت اه بس طبيب اعرف مثلا الفاترة اللي هتقول معاه هتكون قد ايه بطبيض بالضبط كده بالضبط انه انا بديله بديله انستركشنز او تعليمات معينة بلو انت هتحط الجلد مثلا كل كزا هتعمل كزا هدا يخسله امتى هتشيله فين هتحطه على مدر النيل ولا لأ وبديله كل السيكونز احيانا المرضى بتحس انه لأ ده تعب قوي انا ممكن اعمله تحت اشرف طبيب بيبقى وقت اقل افكت طبعا اكتر لانه انا بكون الطبيب برضو عارف شغله كويس او بيعمل ايه فساعة كترة جدا بيفضلوا في ده اه بالضبط كده طب بقى طبيض الاسنان دلوقت بيكون لي انواع فيه حاجات مثلا بتتم في البيت فيه حاجات تانية بتبتزي انها تتم مثلا عند الدكتور فإيه الافضل وإيه اللي مش بيدور طبقة المينة اكتر السؤال ده سؤال برضو مهم جدا جدا لانه بعد ما بنبيض او بعد ما نعمل تبيض تيجي بمريض يقولي انا كانت سمية حلوة جدا وبدأ التساوص على طول ودول السنة اللي قدام انا جاي اعمل تبيض يعني جاي يكون شكلي حلو امشي بعد مثلا ست شهور او سنة الاقي كل التسويس ده حصل فيها السكر هنا تيجي من نوع المادة اللي انا بيستخدمها في الطبيب انا بيستخدم نوع مادة ايه بالزبط هل بيستخدم حاجة ليها مثلا حاجة اسمها FDA ده عند الدكتور ولا في البيت طبعا عند الدكتور بالزبط كده هل مثلا بيستخدم مادة وغدة approval او وغدة accept من FDA مثلا انه انا ده ولي بيستخدم اي مادة وخلاص المواد كتير جدا وانا ما قدر ابايد بطريقة او باخرى بطرق كتيرة جدا احب نسمع حتى على انترنت تحاجات غريبة وتعليمات كريمة مثلا لمون لقد عدنا حط مش عارفة صوت دي ايه كله بيدر الحاجات دي كلها اصلا بتشيل طبقة المينة ده بتشيلها خالص طبعا ده شيء مدر جدا احنا حتى بيقول للمسلا المريض لما بيشرب مثلا عصير برطقان او عصير لمون من فضلك الحاجات الحمضية اغسل سنانك بالزبط كده طب انا برا وهغسل سنانك ازاي اشرب بقى ميا اشرب كوباية ميا اشرب اي حاجة تضيع السترس او تضيع الاسد الحموضة اللي هو لزقها على اسنان ده طبعا خطر جدا يعني كوباية الميا نفسها ممكن انها تنظف الاسنان طبعا 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 Hebكرا من هنا جاد فكرة انه انا مع الحاجة اللي بشربها بحط كوباية ميا يعني زي مثل فكرة القهوة هي تتقدم على طول مع كوباية ميا او بحطها جندها كوباية ميا 91 الفكرة انه القهوة والشايerna دو جوهم حاجات سكريات كتير وهي محطوطة علشان نشربها بعد الشاي او بعد القهوة ل churches بعدها يقدم لها الشاي مثلا من جندها كوباية ميا بيرشرب المياي كده يشربوا الشاي dol肺 لا ما ينفعش أه بيشربوا الميا الأول بعد كده السيء فلا أنا مفروض أنه أنا بشرب الشيء وبشرب الحاجة المسكرة بتاعتي أنا طبيعي جدا مثلا مش هعرف أتحرك بفرشة ومعجون في كل حتة في أي وقت فهنا مقابل أن أنا بشرب كبات الميا أو بمض مض بقي وبتفاها أو أنه خلاص بشربها وهنا حتى بنيجي نقول للأمة مثلا أنه في اللونش بوكس من فضلك بعد ما تحطي مثلا مثلا حفيت له كيك حفيت له أي حاجة مسكرة حطي فكهة نشفة أو حطي خضار نشف لأن إحنا عندنا نيزة رائعة جدا ربنا خلق لنا شكل سننة بطريقة حاجة اسمها سلف كلي يعني هي تنظف نفسها بنفسها شكلها الأناتومي بتاعها أو شكلها اللي ربنا خلقوا عليه ينظف نفسها بنفسها يعني دايما كمان لما نيجي ناكل حاجة مثلا يبقى فيها ألوان أو فيها أي حاجة نبتدي نحس إن سننة زي الكاركدي مثلا للسنين نفسها تبقى حمرة بعديها بشوية نلاقي فعلا إن اللون الأحمر ابتدى إن هو يختفي بالزبط بالزبط جدا فبنقول للأم أو أي حد بيتفرج علينا فعد ما حطها في اللونش بوكس ساندويتشات حاجات فينو حاجات طرية حطاله كيك حطاله أي حاجة حطيله تفحية حطيله خياراية حطيله جزراية إن الحاجات النشفة دي بتعمل على طول هي لوحدها بتروح شيلة الحاجات بتساعد على الشترف تلين بالضغط بتشيل بقايا للأكل لوحدها وبتخلي السنين نضيفة جدا فأنا مش لازم يعني إذا أقول للناس إنه أنت مفروض تخصي سنك يا بكتر يعني أنا همشي من فرشة ومعجول لا امشي بإزازة مية وامشي بحاجات نشفة أو امشي بخلي في الوجبة بتاعتك تبقى آخر حاجة خياراية يعني حطي أي حاجة نشفة هي هتعمل سالف تلين لوحدها ومن هنا حتى جات تركت إنه القدماء المصريين مكراوش عندهم فكرة تسويس تسويس ده كان عندهم مرض يعني نادر جدا كانش عندهم أي نوع من أنواعات التساوس أو الديكي أو أي حاجة بضح ليل إنه كان أكلهم كله ناشف هم مش بيسووا الأكل قوي أو قبل كمان اكتشاف النار أكلهم كله ناشف باري هارد فود وربنا خلق لنا شكل السنان أصلا فالف تلين ما عمزوش تسويس طب وطبييد الأسنان اللي بيتم عن طريق ماتيريالز معينة موجودة في البيت ده بيتم إزاي الماتيريالز المعينة في البيت ولو في كمان منتجات تليها علاقة بطبييد الأسنان برضو ياريت برضو تقولها بوسي السؤال ده يعني أنا ده ما قلتلك إنه في الأول أنا بروح للدكتور ودكتور بيخيارني وبين الطبيب بنفسه هو اللي بيديك الماتيري اللي تستخدميها أو نوعية الجلب أو الحاجة المعينة اللي أنت مفوط تستخدميها في البيت هو بيقولك طريقة التعليمات بالضبط تمشي عليها ده مهم جدا جدا إن أنا أمشي عليها بالضبط لا أقلل ولا أزود لأنه ده هيعملت أقل في السنان وده طريقة مش مزبوطة لو بنتكلم على أو بنتكلم على أنا في ناسكة جدا مش بيستخدم حاجة اسمها أو اللي هي الخيط بتاع السنان ده مهم جدا الفرشة بتنظف بس هو ممكن يعني ممكن كمان الخيط ده يكون خيط عادي مثلا إن إحنا نعمل بيه بتاع السنان ولا لازم التببي أنا عارفة أنه بيبقى فيه خيط تببي لازم التببي اللي نستخدمه صح لازم الخيط التببي ليه لأنه بيبقى محاط بطبع من الشمع رئيئة جدا هو نفسه بيبقى بلاستيكي مش مثلا في الحاجة التانية بالضبط فحتى لما بتنزل على اللسة مش بيعوارها لأنه هو يعني متحاوض بطريقة معينة أو بخيوط معينة وبطريقة الشمع تبقى رئيئة جدا على اللسة لسة دي حاجة رئيئة جدا 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 نحفظ عليها لقد ما نقدر بعد من هو يخسل سنينه كويس قوي بالفرشة طبعا والمعجون وبطريقة معينة ويلازم لازم يستخدم الدنت الفلس وعرفك الدنت الفلس فيه ناس بتبقى تستخدمه كتير قوي براجة أنه يعمل يقطع في اللسة طبعا مش حاجة مظبطة جدا نحنا بقول بنستخدمه بطريقة هذية وبرقيقة حوالين اللسة رايح جاي بطريقة معينة الفيديوهات دلوقتي كترت قوي بس ما ينفعش أنه أقول سنبه مضمض بس أنا خلاص بقيت بقى خبرة مضمضة لا طبعا كل حاجة ليها كل حاجة ليها طريقة معينة وعلى فكرة ده مش بيبايد بس بينضى في السنين ده برضو بيخليها فرش بيخليها حلوة فهم قمضي لأنه في ناس أصلا طبعتها بسمانها حلوة فتحة هنا ديما الناس مثلا الأفريكان الناس اللي في أفريكيا أو مثلا الناس اللي هما بشرتهم قريدي عندهم ميلانين كتير قوي وبشرتهم غمق قوي تلاقي سنانهم فتحة قوي ولا عقص صحيح الناس اللي بشرتها فتحة قوي قوي عشان بتبقى نسبة الميلانين اللي هي نسبة السبغة دي وليلة جدا في بسمون فتلاقي سنان غمق سنان غمق فده ساعتها بحتاج طبيب لكن الناس اللي سنانة أصلا فتحة وكويسة أنا بس إنه حتاجة أنظف لو أنا نظفت كويس هتفضل محافظة على الطبقة دي وهتفضل محافظة على اللون الجميل طبقة المينة على طول مدى عمرها فده طبعا حاجة رائعة جدا بس عامة الطبيب بيسبب إنها بيعمل تآكل في طبقة المينة برضو إن في ناس كتير بتبتزي إنها تفكر إنها تعمل طبيب بس بتقول إن الطبيب ده بيدمر طبقة موجودة في السنان فده إيه زي ما قلتلك ده أكويدة للمادة اللي بيستخدمها الطبيب يعني فيه مواد مش بتدمر طبقة المينة خالص دلوقتي فيه شركة حتى إحنا قبل بنتكلم معنا يعني دلوقتي بدأ يعمله حاجات بعد الطبيب بيحطيلك مادة فرطة بالسنان اللي هو يعني زي ما مثلا بعد ما عملت حاجة في جسمك بتبقى مرتبط مثلا الحاجات دي يا دكتور ماجي مش موجودة في مصر يا حياتي كنتي بتقولين هي موجودة في ألمانيا فأي شخص دلوقتي عايز إن هو يعمل طبيب أسنان حيفضي إن هو يعمل إيه؟ فيه حاجات هنا برضو في مصر زي ما أنا قلتلك أنه فيه حاجات برضو قويسة جدا ورائعة بس بلاش دايما تموحات المريض بتبقى بيوند يعني أنا جاي سناني صفر جدا جدا وعايزة تبقى يعني من غير أي سايد إفكتوس بالضبط وبيض 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 رهيب ليش حاسما كده؟ أنا بفتح درجة أو درجتين لمصلحتك يعني عشان لقى في الساف سايد بفتح درجة أو اتنين عايز بقى إن أنا خلاص أبقى أبيضها التبييد اللي هو من أصفر قوي إلى أبيض قوي بتجه زي ما أنت قلت لهولد سمايل وهولد سمايل أنا بشيل أو بوينت ثري يعني بخربش السنة بس أنا بشيل ليش حاجة أسمع أنه هولد سمايل مش بتشيل حتى لو إيه أنا بخرب من السنة نفسها عشان نخليهم صفوا لازم لازم ولازم عشان أجيب لك الدرجة اللي المريض عايزها دي ساعد يجيب لي درجة تكون سنانه صفرة جدا 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 معي درجة إيه بياض رهيب يعني بيعود إحيان نوعنا التالي علينا قول بياض اللي هو بتاع الحوض يعني بياض حوض بتاع التويلات أو الحاجة زي دي البياض الفضيع قوي ده شو عادة رجيبه غير لما أحطي طبقة عليها وأحطي طبقة إزاي لازم أخربش السنة فالخربشة دي أنا بشيل يعني إحنا بنشيل من السنة نفسها ونبتدين إحنا نحط ماتيريالز من بره بزبط بزبط ده العودة سمايل عشان كده أنا دايما بقول إنه لو إنت ربنا نمتيك سنانة حلوة مفيش حاجة أبدا تقدر تعود نفس خلقة ربنا مستحيل على فكرة حتى لو فقط سنة هو يركب زرعة الزرعة برضو ما بتعودش خلقة ربنا خلقة ربنا لغاية المهاردة وصل الطب ده كله وصل تقنال الجديد كلها ما وصل ناس لزيها أبدا فلو أنا قادرة حافظ على خلقة ربنا لأ خلاص بس لو سنة متكسرة لو هي معوجة لو أصلا فيها ديفورمتي كبيرة أو فيها عيوب كبيرة ومحتاجة إن أنا أتدخل فخلو ساعتها بعمل هولد سمايل بعمل حكتية إن الفتس نفسها تبقى أكتر من الريسكس اللي عندنا بالضبط بالضبط كده طمين في ناس كتير جدا بالرغم من إنها بقى بتخسل سنانها كل شوية إلا وإن بيكون عندهم برضو نوع من أنواع الإسفرار في سنانهم فالناس دول يبتدوا إنهم يبعدوا عن الإسفرار والجير واللستين والحاجات اللي بتكون موجودة دي بالرغم من إنهم بيخسلوا سنانهم يبعدوا عن الحاجات دي إزاي هقولك الأول العناية أو الروتين العناية بالأسنان بالضبط كده إحنا مفروض لبنا مثلا بنخسل سنان بس قبل بس ما يعني ما نكمل فيه معنا دلوقتي اتصال من ردة ألوم ألوم السلام عليكم يا أستاذ عليكم السلام إزايك يا دكتور عمليه؟ الحمد لله فوقك أنا كان عندي جلطة وخفيت منها بس كان عندي حضرتك إيه؟ كان عندي جلطة كان عندي؟ كان عندي جلطة بس آه جلطة أوه جلطة بس أصرت على ثماني الثماني اللي قدام وقت في اللي كان وقت منها أوكي في اللي تاني هو يعبوني بواحدة هو يعبوني بواحدة ممكن أهو حضرتك عندك سكر أو ضغط؟ لا لا عنده سكر ولا عنده ضغط أوكي طب اتخبطت فيهم؟ ها؟ اتخبطت في السنان اللي قدام دول؟ آه أنا اتكفل على وشي كده أيوه اتكفل على وشي كده لوحتي أوكي وبعد كده أنا خاسم طبعا في الليب حتة عدمة جلبة طرس كده وجدت رؤية سكرت وصحبت على الصريق تمام هم واقعوا من بقوا حضرتك خالص ولا اتحزوا بعد كده واقعوا؟ اه بقوا اتلخل أخور ما جات للجلطة بعدها بقى أدبوع جد للجلطة تمام فرقات بقى فبقى العلاج مع الجلطات بصد دي السنان واحدة واحدة أوكي واحدة ولا الاتنين اللي قدام؟ لا الاتنين اللي قدام الاتنين اللي قدام الاتنين ولا الواحدين أوكي تمام شكرا جدا لاتصال حضرتك هو دلوقتي الفكرة في ايه؟ ان في ناس كتير جدا بتبليزي ان هي تحط الموضوع بالنسبة للسنان ان انا عارفة الحتة دي ان انت مثلا عندك مشكلة في سنانك او اي مشكلة حصلت لك عندك غلطة عندك اي حاجة هتبليزي ان انت تحط البروبلم نفسها في ايه؟ في سنانك او البروبلم دي هتربطيها بدي بحيث ان حدتك فاهماني ان احنا نربط الحاجتين ببعض يعني من شوية برضو كان فيه يعني واحدة زميلة لينا في الاعداد كانت عملة تقول ان هي برضو كان عندها ان هي اغمى عليها فعملة تقول برضو ان هي جايبة المشكلة على سنانها فانا الحاجة دي لاحصتها ان معظم الناس بيبتدوا ان هم يركبوا الحاجتين في بعض فممكن المشكلة بتاعت حضرتك ان هي مش تكون مثلا ليه علاقة بالجلطة نفسها او هي ليه علاقة بالوقع بعد ما وقع هو ما اخدش الاجراء اللي مفودي يتاخد اه بس مش غلطة لا ملاش علاقة بالجلطة وهذا اللي احنا بنقوله بالضبط ملاش علاقة بالجلطة لكن الاجراء انه بعد ما هو اتخبط كان مفروض انه بعد ما انا اتخبط السنة ساعتها بتعمل بتاخد زي تشاك يعني بتبقى اتخبطت جامد فما بتبقاش احنا لسه عارفين طب هي حية طب هي ميتة طب هي تتهز طب هي تلعى طب هي نزلت فبعدها بناخد اجراء اعرافك احيانا بناخد اجراء مش طبيعي يعني تكون السنة سليمة وكويسة نفاش اي حاجة وعمل لها حشو عصق طب ليه عشان تمسك مثلا فالسيكوينس بتاع انه ترومة او بتاع انه هو يكون وقع او حصل لها خبطة جامدة مختلف خالص خالص عن العلاج السنة بتاع السكة الطبعية انا حصل تسويس اتوجهت هو ما بيبقاش عارف يعني انه بيكون كمان اللي هي المعلومة هي مش بتبقى عنده انه هو مثلا وقع فلا حصل كده بالضبط فمفروض انه يعني انا حتى بدي دي المسيحة بذبها الاطفال او الاولاد هم بيجروا في المدرسة وقعوا على وشوهم بيجروا في الحوش بيلعبوا اي نوع ممال سبويتس العنيفة وحصل ده من فضلك اهنا طول روح الطبيب طب بضغط ده مش مشتكي منا من فضلك روح الطبيب انا كمان اتصال تاني كمان من منار السلام عليكم اهلا بحضرتك ازاي حضرتك تمام الحمد لله اه بصي انا كنت عامل على حشو في تنين لما كنت واعه صغيرة فالحشو ده لما كل شوية بتغيره كده يعني كل شهر يعني لونه تغير جامد طبعا وثانا الساعة لونه بده يتصر جامد انا مش عارسة اعمل ايه لحال طيب بصي هقولك حاجة انتي علشان الوقاتي وبعد كده بقيت تحط لها حشو احنا بنحط لها حشو زمان وانتي صغيرة علشان ساعتها ما كانش ينفع ان انا اراكبلك تربوش لان السنة خلاص هتتغير هتتغير ليه لان لما انا اتخبطت فيها خلاص انا فقط الحياة بتاعت السنة لما بفقد الحياة او هي خلاص بتموت لون السنة اوتوماتيكلي بيغير مع الوقت اه فهي صغيرة او الشخص مثلا بيجينا اقل من 16 سنة مش ببقى اقدر ساعتها ان انا احط له تربوش اقوله عشان يغطي السنة ويقع شكلها حالو بنعمل ايه بنعمل حشوات لغاية لما بتوسع عند السنة المناسب من او مثلا 18 سنة وبعد كتا ابدأ اركب لها تربوش مكان يعني بزبط السنة وبركب لها تربوش ان يبقى نفس الشكل السنة اللي جنبها بالزبط فعا فكرة مشكلة دي فعلا بسيطة جدا وانا اشجعك قوي قوي تعملي تربوش بس تعملي تربوش لكن طول ما انت هتفضعلي تعملي تغيري الحشوة الحشوة دي الاسف مش هتعيش لانه خلاص هي معمولة من زمان تمام تمام يا دكتور نرجع بقى لموضوع حلقتنا دلوقتي واحنا كنا دلوقتي بنقول من الكلام عن اسفرار الاسنان ان فيه ناس بقى بيبقى عندهم اسفرار في الاسنان وسطين وجيروا حاجات كتير جدا وبالرغبة بقى من ان هما بيغسلوا اسنانهم على طول الا وان الحاجات دي بتفضل موجودة معي فايه بقى السبب بسي السؤال ده فعلا مهم جدا ورائع وكمان بيكملوا يقولك ايه طبا بقتل ده انا ازاي ازاي اينا بخسل سني ياومى انا بخسلها صبح او ظهر اوليل ومع ذلك بتنزل取 عم مع ذلك بتوجعني مع ذلك احتاج بتقولي esa قissanceNA عندي جير ازاي عندي جير وانا على طول بخسلها وها لعلى مستفرارة كده الفكرة فايه في الفكرة بالظبط في انه انا دلوقتي بخسل سنيني بخسل سني انه الماليهاش اي علاقة Acho فكرة الجير او مالهاش علاقة بانه انا انا بخسل السطحه اللي بمبرر إيه اللي بيحصل؟ أنا الآن لما بيأكل بالضبط إحنا هنتكلم أنه هي دي سنتي ودي اللسة هي حطى لونها بمبة فده حاجة كويسة اللسة الصحية دايما بتقولونها بمبة pale pink pale pink اللي هو الدرجة الفاتحة الفاتحة خالص فلما ألاقس للسيتي لونها غيمة قوي قوي يبقى أنا أعرف أن فيه inflammation أو فيه حاجة مش صحة لو للسيتي بتنزل لما وأنا بخسلها لازم برضو أن أنا أهتم ولازم أزور طبيب بس اللون الأبيض اللي بيبقى موجود في اللسة ده بيبقى التهاب دايما مش كده بالضبط كده يعني هي لازم تبقى pale pink بس لو قلبت على أبيض يعني حاجة فتحة جدا لا ده التهاب في اللسة بالضبط كده إيه اللي بيحصل بقى وأنا بخسر سناني وطب وليه اللي بيحصل أنا للوقت الجير إحنا اللسة فيها ميلي مش أتاتشد يعني مش لازم قوي على السنان فيه ميلي صغير إحنا بننظف السنان كده فيه ميلي صغير بيترصد تحت اللسة اللي هو في الجيب ده بالضبط هنا ده الفرشة مش بتوصل له ولا الناس بتكون عارفة بتكون شايفة انه ده من فوق كويس وخداص ما عفوش أي حاجة بس الجيل ده بيترصد هنا طب أنا ما اهتدميتش وما وحتش للدكتور وما كبرت دماغي ولا أنا قداص بيخسر سناني وكويسة الجيل ده بيبدأ ينشف جدا جدا يعمل حاجتين أو يعمل أكتر من حاجة كمان يعمل إسفرار للسنة بتاعتي بإما يخلي اللسة دي تبقى لونها أحمر قوي قوي لأنه بيدوس عليها أول يعمل جيب يعني إيه يعني يطع في اللسة وينزل تحت فيعمل جيب يوسع اللسة في إما أنا أوسع اللسة لبرة أو أوسع اللسة لجوة بالضبط كده أو إني تبقى مترصبة كتير جدا فيبقى يديني شكل الإسفرار بتاع السنان فهنا بنقول إنه أنا لازم أزور الطبيب ممكن يدخل كمان الجير ده جوة سنة نفسها ما هو مش هيدخل جوة سنة بس هيدخل ما بين السنة وما بين اللسة فيعمل حاجات كتير جدا يعمل حاجات كتير جدا جدا فعشان كده بنقول إنه أنت بتنظف سنانك رائع جدا حاجة حلوة قوي 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 بس ده ما يمنعش خالص وإن أنا لازم أزور الطبيب بتاعي كل ستة شهور الطبيب هيعمل إيه بقى؟ هيشيل الحتة دي هيشيل الحاجات اللي هي في الحتة دي بالضبط فإما فأحيانا المرضى بيجيدي بقى متأخر قوي يعني إيه؟ يعني اللسة تكون نزلة فاكرا إنتي حتى قلتيلي إنه أنا عندي صديقة اللي هي بتضحك إسمانها بتوجهها بتوجهها ليه؟ هنا الجير إيه اللي عمل بقى؟ الجير نزل لتحت شوية فاللبان إيه؟ اللي بين جزء من الجدر الجدر عندنا متغطي بطبقة حساسة جدا عشان كده ربنا خلق اللسة تكون متغطة عليها فطول ما اللسة متغطية للطبقة الحساسة بتاعت الجدر أنا تمام وكويس وبتحك ومبسوط وبأكل وبشرب وحياتي حلوة قوي إيه اللي هيحصل لو أنا اللسة دي نزل تحت؟ إيه اللي هيبان؟ الطبقة من الجدر الجدر دا علي إيه؟ بالضبط الجدر دا علي طبقة إيه؟ طبقة حساسة قوي فمجرد أني أضحك شوية هوى شوية أي حاجة صغيري تلاقييني مش قادر أستحمل قلم فظيما كمان الجدر اللونه مسفر أكتر بكتير عن السنان من فوق فالمريض دي يجي يقولي إيه؟ أنا اسمني صفر قوي صفر قوي قوي أنا مش عارف أعمل إيه؟ ده أنا بغسلها كل يوم يا دكتر ده أنا كذا مشكلة مش في كده مشكلة أنه لو اللسة غطت الجدر دا هيبان الشكل إيه؟ ممكن كمان من أكلة إحنا كلناها زي الفشور مثلا من الحاجات اللي بيكون فيها زي حاجات صغيرة بتبتدي أنها تعلق كده في اللسة فتسبب ألم طبعا طبعا الحاجات زي ممكن تقض معنا كمان بالأسابيع الفكرة في كده إن الحاجة زي ممكن نكون إحنا كمان مش حاسين بيها بعضية بأسابيع نبتدي نحس إن فيه أو ألم في السناننا طب إحنا يا دكتور ممكن ناخد حاجة مثلا تطهر سناننا جوة البيت مثلا زي أو تطهر اللسة زي الدكتورين مثلا أو الأنا بنصح به قوي كلوروهكسيدين بالنسبة لي المادة الفعالة بتاعتو كلوروهكسيدين دي ليه بقى؟ إيه المادة الفعالة بتاعتو؟ اللي هي كلوروهكسيدين هي موجود في الهيكسيتول موجود في كزا حاجة موجود مثلا في طنطن برضه موجودة فيه بس المادة الفعالة بتاعة الكلوروهيكسيدين دي مهم قوي ليه بقى مهم قوي انا كلوروهيكسيدين بالنسبالي بعد ما انا بخسر سناني بخسرها بالفرشة بخسر المعجون وخلاص تمام بعد كده ممكن امضمط بعد ما امضمط ايه اللي بيحصل المادة دي بتترصب على اللسه وعلى السنان فبترطبها اكتر بس المضمضة لا تغني عن الفرشة والمعجون الفرشة والمعجون هم اللي بيشيلو لكن الكلوروهيكسيدين هو هي المادة الفعال اللي انا بكون عايزها تتساب على لسه او تتساب على السنان فتدي نظارة او تدي مش نظارة بس تدي الفرشنس يعني للسه والصحة الفم كلها هيمنع من القلصر زي ما انت قلت يمنع من الحاجات اللي هي البوتش البيضة اللي تليها مثلا بتطلع مع مثلا في فيروس معين او في حاجة معينة اي مشكلة بالاسنان اصدها بزبط بزبط دي حاجة مهمة جدا يعني سؤال فعلا او طب انا عايز عرب برضو كاسم كام دواء او اسم كام حاجة بتدين هي تشتغل على الحتة دي بحيث ان الناس برضو يكون معايا رشدة كبيرة فقت سخين او بوسي لو انا بتكلم مثلا على فكرة المعجين او انواحها حاجة بتقتل الفطريات وفي نفس الوقت كمان بتضيع من التهاب اللس او في سنسو داين انا فعلا بنزح به بجلب فيه منه انواع كتير قوي وفيه منه كل حاجة لها نوع يعني فيه للناس اللي لستها واقع التحت وعنده مادة فعالة المادة دي اللي جوها هي اللي بتترصب على الروتز او على الجدر فبتخلي انه الفيشن بعد كده يقدر يضحك ويبقى مبتسم ويحس بسيفتي فيه حاجات للويتنينج يعني فيه حاجات للطبيد انا بنصحها قوي 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 بعد ما المريض يروح للدكتور يعمل الطبيد دا انا انصحه يكمل على دي على المعجون سنت داين فور ويتنينج لليه بقى تستنين نفسها ان الاسنان بعد الطبيد دايما تبقى حساسة جدا بالضبط وكمال انا عايزة اخلي الدرجة البيضة للمريض حصل عليها اطفال فترة ممكنة بتطول المدة نفسها بالضبط بالضبط فدي حاجة طبعا رائعة جدا يستخدم الفورشل صوفت اورل بي عاملة حاجات حلوة جدا سجنت برضو عاملة كزا نوع لطيف من فضلك بلاش ياخد اي انتبياتك مثلا اللي هو حاسب وجع مش اي انتبياتك لازم نتاخد الناس بتبلبع اوغمانتن بتبلبعه بلبعه لا طبعا انا باخد ايه ليه عندي كم سنة ايه اللي حصل لشان اخد ده احنا بيقى بس المريض محتاج مثلا بس محتاج حاجة انت انفلاماتور حاجة بس الالتهاب نفسه بالضبط وخلاص ايش محتاج ابدا انا قدي له اوغمانتن 1 جرام دوز جه عالية جدا اوغمانتن رائع رائع بسفحالات برضو اوغمانتن رائع بسفحالات ده لسنسي رائع بسفحالات فانا بلاش ان انا اخد انا خلاص انا سناني واجعتني فدكاتر بيقول وناخد كزا بنصح جدا جاتي طب انا اتواجعت عندي واجعت سناني رهيب عندي قلم عندي فسويس واحنا في الفجر مثلا وانا مش عارفة اعمل ايه بنصح جدا بكاتفاست كاتفاست يتاخد على مية سقعة متلجة مسكين عايزي اوه يتاخد على مية سقعة متلجة ليه علشان الكاتفاست تعمل وحش او تعمل تقيل اللي بيروح مع المية سقعة متلجة لو انا طب ما عنديش كاتفاست مثلا ما عنديش المسكين ده باخد كاتفاست بس مش باستمرار بحيث انها برضو ما يسببش مشكلة في الليفر مثلا او في اي حاجة طبعا علشان كده زي ما بقلتلك انه بلاش اخد حاجة اتصل بالطبيب اتصل بأي دكتور اسأل الزنايل اسأل على الانترنت يعني مثلا برضو مثلا جريسة جايين لي حالة مثلا حد عنده ليفر ديزيز وعنده كده يعني مثلا حد عندها فيروس سي مثلا وهي الديزيز عندها ليفر ديزيز ببعش ان انا قديها اي انفلاماتري انت انفلاماتري كوي جدا مثلا بديها ايكوبيتيل فهو بيبقى برضو بيشتغل انت انفلاماتري وانا جالسك وكل حاجة رائع بس هو هادي جدا على الليفر مش بيبقى عنيف جدا فيدمر لها الليفر اكتر ما هو اصلا تعالين فكل حاجة ليها ليها اه تمام شكرا جدا يا دكتور بس دلوقتي حنطلع في فاصل سريع ونرجع نكمل مواضعنا كثير عن الاسنان ورجعنا لكو تاني بعد الفاصل ولسه مكملين موضوعنا مع دكتور راماجي هاني ودلوقتي يا دكتور بقى فيه يعني موضوع مهم جدا وهو ان فيه بنات كتير جدا بتبتدي انها تركب زي انماز او اكساسوريس كده في سنانها فالحاجات دي اصلا بتضر الاسنان ولا ما بيكون عادي ان احنا نركبها او ان احنا نستعملها مفيش مشكلة الاكساسوريس حاجة حلوة وحاجة بالعكس هي بتدي شكل لجمالي على فكرة حلو جدا وبتبقى شكلها جديد بس هي مش مشكلة في الاكساسوريس نفسها المشكلة في نوعية اللازق اللي انا بلزقها بالاكساسوريس نفسها هل انا بستخدم ايه اللي بشيلها وهل مثلا الطبيب بيشيل حاجة من السنان ولا لا فانا بنصح انه بريش تشيل حاجة من السنان خالص يعني حتى لو الطبيب قالك يعني حنشيل حاجة مستنى نفسها اه ممكن اشيل طبق اصوان نمى فيه داكاترة بيتشيل طبقا وفيه ناس تقولك لأ انا معي نوع لازق كويس جدا مش محتاج خالص ان انا اشيل فانا انصح ان الناس تستخدم ان هو اللازق على طول ما نشيلش حاجة من السنان خلق ترابينا محدش ابدا ممكن يعوضها خلق ترابينا مهمة يعني جدا بس انا بنصح ناس كده جدا تعملها انها تدي شكل حلو مثلا لو عروسة وهذه هي مش بطاعة كتير يعني كل بيشنت على حسب مثلا ما هي طاعة شهرين ما هي طاعة ثالثة بس مش بتطول طب الماتيريال نفسها بتاعت الاكساسوريز دي ممكن تأثر على طبقة المينة في الاسنان المشكلة خالص ذهي ايه لانه انا الاكساسوريز بتتحط يعتبر مش دايريكت على السنان اه فيه طبقة فاصلة فيه سيباريشن في النص دا مش بشي نهمها خالص بل عكس احنا فيه ناس بتيجي بالاكساسوريز بتاعتها بتقولي باكتر ممكن تلزقي لي دا بقولها طبعا بيش مشاكل خالص بس مجرد ان ليه بلزقها يعني نقول للبنات خلاص ركبوا ركبوا اكساسوريز لا ركبوا بوينبستوا بيش مشاكل خالص طبعا يا دكتور فيه حاجة تاني وهو ان فيه ناس كتير جدا بتبتدي انها لما تيجي تشتري فرشة السنان وتبقى مش عارفة ايه الحاجة المناسبة لها او المناسبة لسنها مثلا او لنوع الاسنان بتاعتها مثلا اسنانها حساسة يعني قوية شوية فايه نوع الفرشة اللي مفروض يستخدمها نوع الفرشة دا حاجة مهمة قوي طبعا لان كل واحد ليه حاجة مغينة يعني انا دلوقتي مثلا انا حد عندي التهفل لسن وحد عندي كل ما بسن بستخدم الفرشة اللي ستي بتنزل دم ومش بتستحمل وبحس التآكل يعني فيه ناس تقولي بقي كله بيوجعني بياكلني كده بياكلني بالذات كده فهنا بستخدم فرشة نوعها صوفت نعمة جدا 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 وهنا قدي نصيحة انه لو انا دلوقتي مثلا بخصل الصبح وبخصل بالليل في نص النهار ممكن اعملي ممكن اجيب الفرشة دي وباللهب شوية مية وعمل مساجينج للسن يعني ايه يعني بس بحطها على لسه وعملها وطلحها مثلا تحت من غير معجوم من غير معجوم من غير اي حاجة بس مساجين برققة برققة بس دي لازم تكون فرشة اسنان نعمة جدا جدا دي اسمها صوفت هي معروفة جدا وعفكرة سعب يبقى مكتوب عليها يعني احنا دلوقتي معلش يا دكتور في حاجة مهمة يعني الاسنان بنخسلها بفرشة واللسه نبتزي ان احنا نستخدم لها فرشة تانية تكون نعمة لو معاني صح دا مفروض صراحة يعني انا فكرة انا بعمل كده انا عندي نوع فرشة معين خالص خاص باللسه بس افرد انا ما عنديش او ما عنديش الامكان ان انا جيب اكتر من الفرشة دي او ما لقيت هاش فبجيب الفرشة اللي هي الصوفت اللي هي العنية جدا باخسل ديها سناني بس بعد كده لو انا عايزة عندي مشكلة في اللسه وانا شايف ان انا عندي مشكلة في اللسه بعمل كما قلت ان بحطها تحت المياه بطريقة بس سريقة وابقنا عامة مش جامد ومش بطريقة اجراسيف طريقة هاتية كده بعمل لها مساج كده بالزبط اللي من تحت من تحت الفوء واللي من فوء من فوء اللي تحت طريقة هاتية ورئيقة انا بس امشي كده لكني بصرح اللسه بعمل لها مساجينج بالزبط او يعني احنا بنغسل الأسنين وفي نفس الوقت كمان بنبتزي ان احنا نغسل اللسه نفسها بالزبط كده وعادة يعني أنا بنصح كل الناس لما تيجي تغسل سنانها حتى لو مثلا بالفرش الطبيعي ناس تستخدم فرش ميديم لو أنا عايزة قوية سناني قوي يعني زيادة باستخدم الهوريد بس أنا منصحش بيها الهوريد بتبقى جرسيب قوي بتبقى خشنة جدا بتبقى عنيفة خالص على طبقة المينم فأنا بنصح الناس تستخدم الميديم الميديم حلوة جدا بزبط كده ولو أنا عندي مشاكل وأنا شايف أنه لأ الدنيا مش قويسة فأنا أستخدم السوفت آه يعني لو حد مثلا عنده حساسية في سنانه أو مثلا بيشرب مياه ساعة بتدي إن هي سنانه توجعه شوية فيبتدي إن هو كده عنده حساسية أو سنستيرتي في سنانه فيبتدي إن هو ياخد الفرشة السوفت بالضبط كده بحط الفرشة نصها على السنة ونصها على اللسة ببدأ أخسل نصها على اللسة ونصها على السنة وبدأ أخسل من فوق تحت بالطريقة سيركل الموشن من جوه يعني بطريقة دائرية من جوه تبقى رائعة وبعدها أستخدم الماوس ووش أو أستخدم المطمضة بالضبط كده بس دي مش قبل دي ولا دي بعد دي وبعد المطمضة يستنى نص ساعة وما يشربش ولا يأكل أي حاجة ولا حتى الميا ليه عشان المادة الفعالة اللي احنا قلنا عليها قبل الفاصل تفضل متواجدة على السنين أطول فترة ممكنة آه يعني احنا ما ينفعش نشرب ميا بعد ديها خالص نص ساعة على قلب آه نص ساعة عشان بس ما تخديش المادة وتبلعيها وانا كده ما استفتش حاجة من آه تمام نية تنزل على الجي اي تي فاحنا كده احنا ما مناش أي حاجة خالص بزرط كده يعني برضو يا دكتور عشان نجمع المعلومات تاني ان اي شخص مفروض ان هو يبتدي ان هو يستخدم فرشة متوسطة ولا هي نعمة ولا هي هارد او يعني من صفت ومش هارد هي حاجة ميديم في النص مضبور تمام بس لو حد عنده اي حساسية في سنينه يبتدي ان هو ياخد الفرشة الصفت مضبور تمام دلوقتي بقى يا دكتور عايزة عرف حاجة مدة استخدام الفرشة المفروض اصلا الرينج بتاعها الطبيعي بيكون قدي رينج الطبيعي عادة بقى مثلا ثلاث شهور بس افرد انا قبل الثلاث شهور انا الفرشة بتجيلي كده بالزبط بتقول الفرشة الشعر بتاعها وقف كده فاجأة مثلا بعد شهر لقيتها كده لقيتها ووسعت قرميها مجرد ان الفرشة ان الشعر بتاعها الفرشة يوسع او يفتح شوية خلاص انا محتاج ان انا قرميها لانه فيه يعني نوعيات بالاسف بتبوص بسرعة فلما بتفتح خلاص بتبقى افاكتة بتاع الفرشة مش بيبقى مضبوط لانه مش بينضب صح تمام طب يا دكتور دلوقتي برضو موضوع هوليوود سمايل والفينير هي دي اكتر حاجة دلوقتي البنات يعني اي بنت بتبتزين هي عايزة ان هي تهتم بشكلها او تهتم بمظهرها وتكون البنت الجزاية واللي احنا كنا لسه منتكلم عليها لازم انها تعمل هوليوود سمايل فهوليوود سمايل او الفينير بيبتزين هي السنين بتبقى صف واحد بس يعني انا عايز اعرف حاجة الصف الواحد ده احنا بنحط له ماتيريال من برا زي اد ان احنا بنعدل في السنة ولا بيكون دي حاجة ودي حاجة ولا ده بيبقى على حسب اي يا دكتور الهوليوود سمايل او الفينير دي اشرة بيضية يعني اشرة يعني عارفة زي الدوافر بزيط اللي بنركبه على دوافرنا اشرة يعني انا دوافر بركبه على دوافري طبعا بس بعمل ايه فيها انا بشيل طبقة صغيرة جدا يعني بشيل او.3 يعني اقل من نص ملي بس انا بشيل جزء لازم اشيل جزء اشيل حتى او اخر ده شيء سنة زي ما بيقوله يعني اشيل حاجة صغنانة جدا جدا هنا بكون حافزت برضو على المينة اقصى حاجة ممكنة وفي نفس الوقت اديت المريض او اديت الشخص الايفاكت الرائع باللون الجميل كمان بتترسم عن طريق الكمبيوتر فبتبقى بالضبط مقاسات بالضبط جدا وكل ويش عليه مقاس مختلف فانا بخور المريض بياخد مقاساته على الكمبيوتر وبعد كده بندخل الديتا دي الاركام فبتبقى اللي علينا الديتا بقى نفود ان السنة دي تكونها طولها قد ايه عرضها قد ايه الالتواق بتاعها اني درجة فلكل حد ليه حاجة معينة فتبقى الكمبيوتر بيعمل لها حاجة مظبوطة جدا رائعة فبتطلع بقى شكلها اكتر من رائعة يعني وعلى فكرة هي بتعيش جدا وبتبقى رائعة مدتها قد ايه بتستمر قد ايه بتستمر لقى العمر كله ونفيش مشاكل خالص لو اتعاملت صح يعني غير الطبيب يعني الطبيب حضرتك ونسي بتقولي انه مدته مثلا ممكن توصل لست شهور اه لست شهور تماما بس احنا بنتكلم على هوليوود سمايل دي مدتها بتستمر لعمر كله بتبقى معاك بالزبط كده خالص ما بتغيرش ابدا ولا لا هي اللونها بتغير ولا هي بتتفك ولا اي حاجة خالص لو اتعاملت بطريقة مظبوطة وسليمة ومتركبة صح وملزوقة صح هتبقى رائعة من غير اي مشكلة من غير اي سلائد افكتس او اي حاجة نهائية خالص خالص السلائد افكتس بتاع حل وحيد ان انا بعمل ايه بخرب شكوز من الميلة يعني فصلة ثلاثة من الميلة او يعني اعتبر هو اقالي من نص ميلة من الطبقة الميلة بتاعتي بس احنا دلوقتي معنا اتصال من احمد قالو قالو الاتصال فصل تمام يا دكتور دلوقتي عايز اعرف حاجة امتى الشخص بيكون محتاج ان هو يعمل بوليشنج اللي هو التلميع وامتى يكون محتاج ان هو يعمل بليشنج اللي هو الطبيعي البوليشنج انا بعمله بعد ما بنظف الجير احنا قلنا الجير با بيعمل ايه جير با بيشيل ايه بيشيل الطبقة الصلبة اللي الفرشة مش بتعرف تنظفها اه فبعد ما بشيل طبقة الجير دي بعمل حاجة اسمها بوليشنج يعني ايه يعني بس بلمع السنة واللسة يعني بس بلمحهم يعني بس باقيه بصنفر بالضبط بالطريقة العامة احنا بنشيل الجير بنشيل الستين بنشيل الحاجات اللي مثلا ممكن نقول الناس اللي بتدخن بيكون عندهم المشاكل دي فاحنا بنبتزي ان احنا نعمل البوليشنج للناس اللي بتكون محتاجة النيد ان هما يشيلوا الحاجات دي بس انا مثلا كبنت او اي بنت مثلا يعني هي مش حيفرق معاها اوي لو عملت بوليشنج ان هي سنانها في الطبيعي هتكون مش محتاجة ان هي تاخد مثلا التلميع او ان هي تشيل جير او تشيل ستين فده يكون افضل بكتير اوي للناس اللي بتدخن بالضبط بصاح وما دول النيد لها اكتر بصاح وما اقدرش اعمل بوليشنج ما اقدرش علامة او اصانفر زي ما احنا بنقول مستوى احمد اتصر بينا تانية دكتر عليه السلام قالو قالو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اهلا بحضرتك الحمد لله حضرتك ان كان عندك مشكلة برده الاسناني سفران مشكلة ايه الاسناني كان مشكلة سفران كده لون اصفر عباك بتشرب سجاير بتشرب سجاير اه تماما بشرب سجاير طيب ما هو السجاير هي اللي بتعمل اسفرار دا وحسنا اللي بتقصي الاحمد اللي تحتها بتورب كده زي الاحمد زيادة شايفة اه وبحسنا لها حسنا كده بعنز بكرش فيها لفنشة السنانها دا اختلف فيه دم من كده بينزل دا بحاولنا خلي دم ينزل منها طبعا بص انت عندك مشكلة مشكلة بسيطة على فكرة جدا انت عندك بس انت عندك مشكلة بسيطة وهي التهافل لسه علشان حضرتك بتشرب سجاير وشكلك مش بتخسل سنانك او مش بتزور الطبيب بطريقة منتظمة فانا انصحك بايه انصحك انك تزور الطبيب هيعملك تنظيف بس تنظيف مش هيكمل يعني نص ساعة تعمل تنظيف وتمشي على المعجون والفرشة وكل المشاكل دي هتروح مش اكتر ولا اقل يعني انت مشكلتك كلها في نص ساعة زيارة للطبيب بس وطبعا نحاول نقلل السجار شوية على قد ما نقبر يعني تمام بس في حاجة كمان يا دكتور حابة برضو ان انا ضيفها ان كانت الدكتور بتقول ان انت عندك مشكلة في اللاستة فلازم برضو تاخد حاجة تطهر اللاستة بتاعتك فانت فيه ممكن تستخدم مثلا دكترين دا حيكون مناسب ليك برضو تمام او الهكسيتول او الهكسيتول برضو للدكتور قالت عليه الحاجات ذي كلها هتفرق معك جدا تمام يا دكتور حضرتك كان ورسينا النهاردة وكان لينا الشرف بجد ان حضرتك تكوني معانا وفعلا يعني فيه ناس كسير قوي بتدت ان هي تسأل اسئلة وانا بجد يعني شبه الاسكريبت اللي انا كتبال نهاردة كان كله من الاسئلة بتاعت الناس وحضرتك نورت سينة جدا شكرا لك استنلوني انا روين تامر في حلقة جديدة من اجزاء خيرنا